بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا العزاء محاضرتنا اليوم لمرحلة الثانية مسائي عن نظريات الشخصية تقدم قبل أستاذ مساعد دكتور نيران نوسف استكمالا إلى محاضراتنا السابقة في نظرية التحليل النفسي لسي جيموند فرويد ومراحل النمو وفق فرويد وصلنا إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة الكمون هذه المرحلة تبدأ في سن الخامسة وحتى السالسة وغلب عليها القمون من الناحية العاطفية والجنسية وتتطور الأحاسيس التي كانت في السابق مشبعة بالجوارب الجنسية إلى عملية من الشعور بالإعجاب وتمتاز بالهدوء في عملية ضبط النوافع لدى الفرد ويعتقد فرويد أن النشاط الجنسي لا يتوقف في هذه الفترة إنما يوضع حاجزا للدوافع الجنسية الطفولية ويمكن لها أن تظهر بطريقة جزئية ويمكن إجمال التغييرات والخصائص في هذه المرحلة أولا نأتي على متسلسلا أولا أن البنية الشخصية التي تتكون من مكونات ابتراضية الهو والأنا والأنا والأعلى قد تكون تقريبيا قد تكونت تقريبيا أو كونت تقريبيا الاستمتاع بفتاة الراحة النفسية والهدوء جراء اجتياز مشاكل المراحل السابقة وضغوطاتها تحويل الطاقة النفسية